بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله اليوم راح نأخذ شيء جديد أنا قاعد أحاول أعطيك الأشياء السهلة في البداية عساس تمرس إيديك على كتابة الأكواد البرمجية بسرعة وبسهولة عساس بعدين لما نكتب يكون عندك شيء سهل يعني مفاهم من أنت اللي قاعد تكتبها فإحنا قاعد نعطيك الأشياء المبسطة بعدين راح ننقل إلى نقبل نوعية أخرى راح نتوجه إلى الكائنية فراح يصير فيها كتابة أكثر فخلي بالك أنك تبدع في الكتابة لا تتابع السورس الوحدة هاليوم راح نعمل شيء اسمه ملاحظات المدير كما نلاحظ في بعض البرمجيات نلاحظ مثل أنه راح نتحكم نلاحظ في الرئيسية لو نذهب إلى الرئيسية طيب نلاحظ أن يكون هنا في مثل لوحة التحكم في هنا يصير ملاحظة نحن راح نعمل هذا في هذا الدرس فراح نروح إلى الوكل هاست راح نروح إلى مين سيتنك عندما عندنا جدوى اسمه مين سيتنك راح نضيف لحقل جديد من هنا اضف واحد فلس يعني حقل نحطه تحت مثلا سايت كلوز سايت تاكس كلوز فراح نقول له وراح نكتب له اسم الآن راح نقول له مثلا آم 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 ومن غير طول نقول له نل يعني خالي يكون مرات خالي وغير خالي راح نسوي سيف وراح نلاحظ أنه تم إضافة آدمين ميسج عندنا هنا في بين الجداول اللي كان عندنا في السابق طيب راح نعمل تعديل بسيط راح نتوجه إلى مين سيتنك بدال هنا لنقول له آل راح نجيب هذول فقط أوكي راح نجيبهم هذول لأن كذا آل راح نجيب آدمين حنا مو محتاجين آدمين في هذا المكان فراح نقول له بهذا الشكل أوكي إذن جيبناهم مباشرة من غير اللي هو آخر حقل عندنا اللي هو نفس ما اتفقنا سمينا آدمين آآ ميسج أوكي فقلنا نجيب هذول كلهم من غير آدمين ميسج لأن في الأوبديت إحنا محنا محتاجين آدمين ميسج طيب فراح نقول لكم تول سيب هذي أول خطوة عملنا طيب راح نروح إلى إنديكس كما اللاحظ راح نتفقنا أنه مرحبا بك في روحة تحكم أو الـ طيب إذا ما كان في الصفحة راح يوجهني إلى رئيسية فهذه تعتبر الصفحة الرئيسية فراح نضع هنا ملاحظات المدير راح ننزل تحت راح نقول له على سبيل المثال تابل ونقول له تابل بعد طيب وراح نقول له في هذا التابل بيانات نحدد بيانات راح نجيب نجيب بعض البيانات نفسها Align Align إلى ما آخره نقول Align نعدلها إلى Single أوكي يفضلنا يكون Single من غير الـ وهذا راح نخليها مصفارة من صفر صفر طيب ورح نقول الداخل التالي راح يكون في TR واحد بس TR واحد ورح يكون في تي دي 2 تي دي طيب ورح نقول له تي دي ورح نخلي بعد تي آر رئيسي فوق راح نقول تي آر تي آر ورح ننزله راح نقول تي دي تي دي ورح نقول ل Call span 1 Call span يساوي عن 2 تي دي أوكي عرفنا احنا معنات ورح نقول مثلا ملاحظات المدير العام طيب بس خلونا نلقي نظرة أوكي اللوحة تهتم كما لاحظ ملاحظات مدير العام خلونا نضحف في التابل الرئيسي كما نتذكر راح نفي السي اس اس عندنا بتيبلز اللي احنا عملناهم وقلنا هذو راح نعتمدهم هذول نوزع فيه جميع الستايلات وحقول فراح نوزع احنا راح ناخد تابل 1 اللي هو لون السود اللي احنا اتفقنا وعملناه فراح نقول له عفوان في الانديكس راح نقول له لان هذا كلاس كلاس عفوان كلاس يساوي كلاس كلاس من غير تابل فالآل كلاس ونعامل الفريش راح نلاحظ ان تم وضع فعلا صارت بهذا الشكل طيب الان نكمل راح نقول له هنا ايضا كلاس يساوي هنا راح يكون مثلا كلاس 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 تيكست احضر ـ هذا هو الشكل أحضر تعطي المساعدة تصوير المساعدة تبع المساعدة نلقي نظرة ثانية رفرش أوكي طيب هذا الشكل ملاحظة خلونا نعدل بس هذا الملاحظة صارت هنا مو مشكلة راح نشيل تيدي هذا كت راح نزيله و راح نقول هذا تيبل هذا نخلي كوز ولا شيء يعني تيدي واحد و راح نعمل تيار جديد تيار جديد راح نقول تيار ترى انا مو محظر لهذا الدرس بس بعمل عساس يكون واضح كل شيء عندك واضح كنت تيار جديد تيار جديد كملاحظة اي هذا هو الشكل خلونا نقول سلسبيسينج او لغير سلسبيسينج سنقول اخر شيء هذا نخلي تيبل تيبل 2 هذا 3 وهذا 2 كنت تيار جديد ابيض سيصير لونه اللي هو الرصاص الفاتح او الفض الفاتح بس هذا هو العدادات طيب خلونا بس نعمل رفراش نتأكد ان تم العدادات هذا هو شكلها و لنرده نفسها 2 احسن 2 2 سوف نقوم بأخر شيء حنا ما عملناهم بفورم دعونا نقول فورم سوف نقول له هذا فورم سوف نقول له اخلاق الفورم سوف نقول له نفس الصفحة index.php سوف نقول له بوست سوف نقلق هنا الفورم سوف نقلق سوف نقلق فايل type فايل 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 name فايل 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 انتهينا الآن من العملية وكل شيء تم تحضيره الآن نذهب فوق اساس نحذر نقول هنا نقول له بهذا الشكل اعدادات حفظ الملاحظة عشان لا لا اقبط سوف نقول له هنا اساس موضح ان هنا الصفحة المطلوبة اساس هم لا نضيع فهنا سوف يكون العدادات فسوف نحذر سوف نقول له ان عندنا بوست الهو في admin message هذه كلا ما مخطعينا دعون نختصر ونقول admin message يساوي التالي دعون نقول ADD SLASHES لا أعتقد ان احد يستخدم HTML فأقول نقوم بتقريبه حسنا التفضل إذا كان في قيم نريد الوقت أعلم بغيان نريد الوقت عملا نريد الوقت شذب اشتركوا في القناة